هاي بريون هاو ايو دوين انا دعا طلبة and this is free english club ازايكم عامين ايه يارب تكونوا جميعا بألف خير انا دعا طلبة واهلا بيكو في درس جديد في free english club قبل ما اكلم معاكو عن درس النهاردة اقولوكو قد ايه هو مهم I wanna thank you all so much for your support بجد عايز اشكركو كتير على دعموكو وتشجيعكو وحقيقي هو ده اللي شجعني اللي انا اصور الفيديو النهاردة اوكي يلا عشان ما طولش عليكو واقولوكو درس النهاردة بيتكلم عن ايه درسنا النهاردة مهم جدا لكل البيجينرز وكل الكيدز وكل المامز اللي بتحب بتأسس ولادها واتبعهم بشكل بسيط خالص وسهل وده اللي احنا متفقين علي ابن الاول تمام اوكي النهاردة today's lesson is grammar from the scratch grammar from the scratch yes grammar from the scratch يلا بينا نبدأ الgrammar من السفر يلا بينا نبدأ اهلا بكم من جديد grammar from scratch what does it mean يعني ايه grammar from scratch يعني في الكورس ده حنعرف الgrammar step by step bit by bit اوكي ان شاء الله حنبدأ الgrammar from the o level من السفر يعني قبل بقى ما نتكلم عن الكورس وحنعمل فيه ايه وحناخد ايه يعني ايه grammar ويعني ايه اتعلم grammar وايه اهمية الgrammar ده اساساً هقول لك تعرف تسوق عربية من غير ما تعرف قوانين السواءة فكر كده تعرف تسوق عربية من غير ما تعرف قوانين المرور كويس ها ما اعتقدش لأ طبعاً ما ينفعش ما حدش يعرف يعمل كده وهو ده اهمية الgrammar والgrammar اصلاً لأي لغة هي القواعد والقوانين اللي بتخلينا نعرف نتكلم ونكتب اي لغة زي صحابها الاصليين the native speakers يعني so simply the grammar is the whole system and structure of any language وده مش معناه خالص اني بقلل من اهمية الفور سكيلز بتاعة اي لغة the four basic skills of any language لأ خالص which are listening reading writing and speaking not at all لكن الgrammar هو اللي بيحط الفور سكيلز دول في الكوريكت فريم بتاعه في الاطار الصحيح اللي بيخليني اعمل كوريكت بروداكشن اللغة دي مش هطول عليكو بقى اكتر من كده اتكلمنا كتير يلا نبدأ the first part of speech in english nouns yes we're gonna talk about nouns today let's get started are you ready let's get started نونز نونز يعني ايه بارش في سبيتش البارش في سبيتش البساطة هي اجزاء الكلام اللي منتكلبه ومنقرأه وهي اكيد طبعا اي كلام هو عبارة عن كلمات والكلمة دي او الكلمة دي لازم نعرف نوعها يا طرى دي اسم ولا فعل والحرف النهاردة حنتكلم عن النونز اللي هي الأسماء what the meaning of noun noun is a naming word هي عبارة عن كلمة والكلمة دي بتبقى معناها الاسم والأسماء دي بتتقسم لل common nouns والproper nouns تعالوا نبدأ من أول حاجة بال common nouns يبقى ثاني ال common nouns دي بتبقى عبارة عن بتبقى عبارة عن أسماء لل للناس والحيوانات والأماكن والأشياء كمان أول حاجة حنبدأ بيها هي أسماء الناس هي أسماء الناس إيه أسماء الناس اللي هما الإيه ال people الناس اللي هما ال people أوكي وعايز أقول لكم على حاجة person يعني شخص واحد أشخاص كتير يعني people مفيش حاجة في الإنجلش سماها persons مع أن الكلمة دي كانت زمان موجودة لكن دلوقتي خالص بقيتش من استخدمها يبقى singular person plural people أوكي أوكي لما أتكلم على شخص أو أتكلم على مجموعة ناس يبقى أعرف أن الكلمة دي إيه إسم تعالوا نقرأ مع بعض بقى ال word file هنا ونشوف ال words اللي عندنا here are more words for people يلا بينا نعمل reading مع بعض وعزيكوا تركزوا معايا وplease repeat after me حبا يدي الصغيرين يريد توعملوا repeating معايا actor 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 ده يعني إيه يعني ممثل ال actor دي كلمة بستخدمها لل لل people يبقى ده إيه أس أوكي يلا كمون actor is a noun why because it's a word for people lawyer 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 is a noun why because it's a word for people ant or aunt we can say it ant or aunt okay ant American aunt British okay aunt is a noun for people so aunt is a noun why because it's a word for people judge 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 اللي هو الإيه مين يقولي judge يعني إيه أيها بالضبط الأودي أوكي baby baby man baker nurse cook police police officer police officer مين police officer yes اللي هو اللي هو الشورتين dentist 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 يا ترى الدنتيست ده الدكتور العادي لا الدنتيست ده اللي هو الدكتور الأسنين تمام singer singer doctor soldier بعايزة كنت تركزوا معيه قوي في الورد دي soldier دي يعني الجندي وما بقولهاش soldier لا لا الد والأو والإي كده بقولها زي ج soldier soldier okay soldier is a noun yes soldier is a noun why because it's a word for people excellent giant 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 is a noun وما بقولهاش giant or any other pronunciation it's joint ويعني إيه joint joint ده اللي هو العملاق okay okay الحد اللي هو very tall الحد الطويل قوي الحاجات اللي احنا بنسمعنا باقي في الفيري تيلز okay في القصص بتاعتنا اللي بنسمعه بنقروها okay joint okay teacher teacher so teacher is a noun why because it's a word for people very good people again people هم مين yes الناس عندي some pictures هنا بقى يلا who is this yes he is he is an artist artist okay and who is this he is an astronaut he is an astronaut and what about this he's clown clown and the last one huh acrobat acrobat okay dear so all of these words are nouns why because all of these are words for people كل الكلمات دي كلمات اسماء وكل الكلمات دي هي عبارة عن اسماء ليه عشان بتدل على الناس تمام حلو جدا يجينا بعد البيبل animals يس يجينا بعد البيبل animals كل اسماء الحيوانات هي ايه هي ناونز نشوفو الورد فايل بتاعنا here are more words for animals animals cat cat huh cow dog dolphin بتافر مي please huh cat cow we say it like this cow ow because o and w together we say it ow cow dog dolphin hmm duck fish goat فاكرين goat في الفونيكس كورس لما خدناها long o and a silent وينها when two vowels come together in a word the first is talking and the second is silent واللي ما شافش الفونيكس كورس هتلاقوه في الشانل اللي بكلم فيه عن الفاول goose 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 دي لها الايه الوزة excellent اوكي غريل duck hen horse mouse parrot ب ب ب فاكرين ب ب was it a puff huh a puff of earth yes ها لازم اطلع ايه حبت كده ايه هوا مبقي وانا بقولي الب ب ب اوكي عشان الساوند ده مش عندنا في الاربك حنا عندنا الب ب like what like huh give me any word start with b bird excellent bird okay so i can say like this parrot is a bird okay so ب ب parrot ب ب bird okay and bird also is what is a noun yes because it's a word for animal okay shark and whale what's shark shark is ها القرش yes القرش الفضيعة الكبيرة الفرش الفضيعة اللي عندها شعب تير اللي ايه كلنا بنخاف منها في البحر okay shark and what about whale whale اللي هو الحوت okay okay very good perfect عايزة الصغيرين حبيبي اللي بيتفرجوا علي يركزوا و we repeat after me thank you so much animals what the meaning of animals اللي هي الحيوانات what is this eagle it's an eagle okay what is this huh eats a zebra okay what about that crocodile deer and huh bear we say it bear not beer okay bear now let's move to the places again and again let's repeat our rhyme okay hmm our rhyme says what are the nouns nouns are naming words nouns are naming words words for people animals places and things okay now it's time for places okay يعني a places places اللي هي الأماكن أماكن اللي احنا بنروحها okay okay let's see the word file here here are more words for places okay airport 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 cave cave الوالكهف okay church church الكنيسة form form hill hospital hospital what the meaning of hospital huh yes exactly المستشفى hotel 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 house house island island ومش iceland لا مش iceland الاس island 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 والأي here is long okay huh mall mall مش mall لا mall mall i write it a but i say it o mall okay okay market market and this word بقى اللي بعد market بقى دي عايزة كو ايه تركزوا فيها جدا وحبايبي الصغيرين ما سماش mountain لا mountain 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 okay okay وبالامريكين accent ممكن اقولها mountain 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 okay لسه خلينا احنا نقولها ايه بالاستاندر انجليش yeah mountain mountain okay playground okay restaurant restaurant school school sea shore sea shore okay والأو هنا huh long بقولها shore sea shore okay stadium stadium what the meaning of stadium يعني ايه stadium stadium ده اللي هو اللي stade اللي منلع فيه ايه متشغط الكورة okay supermarket 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 don't forget huh supermarket temple temple okay and the last word zoo zoo ايه زو زو حديكت الحيوان excellent okay all of these all of these are places all of these are places okay and places are nouns places are nouns let's see what it is yes it's shop and shop is a noun why because it's a word for a place yes library 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 is a place where we go to read books excellent and beach beach we go to beach in summer why because it's very hot we go and swim in the sea okay park 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 is a place where we go to play and have some fun yes look to this boy he's doing what he's riding a bike yes he's riding a bike at the park okay so park is a place okay yes nouns are nouns are naming words words for people animals places or things and things here what are the things things are اللي هي liye d things d الهي الاشياء الهي الحاجات they don't have mind the thing that doesn't have mind يعني ايه doesn't have mind يعني جماذ ما عندوش عقل بيفكر به okay okay يعني ببساطة اللي هي مثلا pen, pencil, table, door okay let's see here our word file here are more words for things repeat after me bag, box bread can, chair cot what the meaning of cot cot that is the chair that I'm going to the sea chair which is like chazlong which is the one I'm going to the beach to have some fun and try to take some time I'm going 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 to take some time okay, that's more cot okay cup cup desk door egg yes, huh repeat after me kite letter lamp lamp picture radio 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 television television train 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 okay truck truck watch 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 window window okay all of these are things all of these are things and things are nouns things are nouns okay when nouns huh what are you what are you I'm going to use I'm going to use the nouns I'm going to use I'm going to use I'm going to use to make okay okay what is this basket okay and that huh bed perfect okay drum let's play drum yes okay blanket blanket okay and cake yes it's a piece of cake it's a piece of cake okay uh so basket bed drum blanket and cake all of these are things okay now it's time for proper nouns what are the proper nouns huh ايه يبقى ال proper nouns تعلوا نعرف مع بعض ايه يبقى ال proper nouns ال proper nouns are names are names names for what yes names for people names for yes countries countries اللي هي الدول okay what else towns or cities perfect يبقى احنا دلوقتي ال names اللي هي ال proper nouns دي names اللي ها اسميه للأشخاص او للنس okay للcontries البلاد التowns or cities اللي هي البلدين الصغيري okay with days of the week and months of the year yes days of the week and months of the year okay dears so again proper nouns are names for people countries towns or cities days of the week months of the year and what else festivals and holidays festivals and holidays festivals and holidays يعني ايه festivals and holidays festivals يعني المهرجانات والholidays اللي هي الاجازات او الحاجات اللي احنا مناخد فيها اجازة اوكي الايام اللي احنا مناخد فيها اجازة اوكي الايام اللي احنا مناخد فيها اجازة or things they always begin with a capital letter وده مهم جدا 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 الـ proper nouns اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي هنتكلم عليها in details اوكي بالتفصيل لازم كل الـ proper nouns دي لما اجي اكتبها لازم اكتبها بدأ بـ capital letter يعني ايه capital letter or capital letter which means اللي هو الحرف الكبير لما اجي اكتب مثلا اسم زي john j لازم اكتبها uppercase j يعني الـ j الـ capital ما ينفعش الـ j اللي هي عليها ايه dot d لا اوكي هو ده معناه ان they always begin with a capital letter لازم اكتبها لما اجي اكتب اي proper noun لازم اجي اكتبه بايه الـ capital letter وحنا قلنا الـ proper nouns زي الـ days of the week days of the week اللي هما ايه sunday monday tuesday wednesday thursday friday and saturday yes so when i am going to write لما اجي اكتب اي اسم من اسماء ايام الاسبوع دي اي يوم من ايام الاسبوع دي لازم اكتبها بايه stars with the capital ها ler اوكي تعالوا نبدأ بقى على طول الـ word file بتاعتنا وهيبدأ طبعا بالايه بالـ people اوكي here are some more names of people اوكي علي بابا علي لو علي stars with capital اي بانا لما ايجي اكتب اسمي او اسم بابي او اسم مامي او اسم اه my sister اختي او my brother or my friend اي نام اي اسم شخص لازم اكتبه بايه capital L لازم ينفعش اكتب ايه انا اسمي ايه دعاء طلبة لازم اكتب ايه دعاء capital D طلبة capital T اوكي اوكي علي بابا علي بابا ها فلورنس اوك So, Florence starts with capital F And Nightingale, capital N Perfect, okay Derek Jeter Derek Jeter, okay Derek, capital D Jeter, capital J Perfect Pauline P, P, capital P, Pauline Pauline, Pauline is a name of girl Okay, okay Johnny, Deb Johnny, Deb Johnny, Johnny, yes Papa Are you in the song? Okay, Johnny, Deb But Johnny, Deb and then Patrick Patrick, but the Harry Potter The man is in Harry Potter Ha, Pinocchio, Pinocchio and Robin Hood Again, Robin Robin, not Robin So I can hear it a lot Robin, Robin, Robin Hood Okay Harry Potter and Pinocchio and Robin Robin Hood These are cartoon I'm sure you've been separated Okay, you've been separated All of these cartoons Okay, okay We have some more What's the name of that boy? He is Omar He is what? Omar Shai fin? Omar? Maktubazze? Okay And who is this girl? Who is this girl? Lisa Okay Ha, minda? Santa Claus And the last one Beethoven 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 Okay After that I said Proper nouns The names of countries And their people Are also proper nouns Okay If you were talking about countries Which are the countries And their people And their people يعني الشعوب بتاعة الدول دي برضو proper nouns والproper nouns ايه هو الproper nouns لازم نفتكر كويس جدا اللي هي ايه لازم لما اجي اكتبها اكتبها ايه yes capital letter يبقى لما اجي اتكلم مثلا what's your country لما اجي اسألك اقولك what's your country what's your country ايه هي ايجبت ايجبت starts with letter e اكتبها بsmall e لا لازم اكتبها بcapital e what's your nationality what's your nationality جنسيتك ايه تقولي i am egyptian i am egyptian لما تكتب ايجبشن لازم برضو تكتبها capital capital e تعالوا بقى مع بعض نشوف الناشنالتز هي اللي عندنا دي اوكي ها american this one the first one is what american he is american he is american egyptian egyptian so he comes from egypt indian indian so indian this girl she is an indian girl she is an indian girl so she comes from india okay italian italian thai thai this lady from thailand thailand so she is thai thai okay capital t perfect we have here some countries and the people okay focus dears and i want you to repeat after me huh america americans americans egypt egyptian egyptians egyptians india indians indians italy italians italy italians japan the japanese the japanese okay korea korea koreans koreans malaysia malaysian 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 pakistan 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 pakistanis 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 france france the french the french the french thailand thailand thais thais okay dears so these some countries and the nationalities or the names of the people who live there okay the people of these countries شعوب the the d d okey the names of towns as as me the 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 towns the the cities okay كل دول بيعتبروا عشان هما names بيعتبروا ايه؟ nouns صح؟ أسماء وهما كمان proper nouns ينفع اقول common nouns دول proper nouns وال proper nouns ايه؟ الفرق من ال proper nouns وال common nouns هما الاتنين ها nouns لكن ال proper nouns لازم لما نيجي نكتبهم نعمل ايه؟ نكتبهم بتاعتهم لازم يكون capital excellent bravo مصحصحين وفاكرين bravo على اوكي هنا دي طبعا ايجيبت ال picture دي فيها ايه؟ ده three pyramids وال pyramids طبعا من famous landmarks اللي وانصل لنا اشوف ال pyramids دي اعرف اللي انا في ايجيبت يبقى لما ايجي اكتب pyramids لازم اكتب capital P اوكي 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 ييجي بعد كده the days of the week اللي هي ايام الاسبوع and the months مش monthes مفيش حاجة في الانج اسمها monthes اوكي اسمها months months لما اقول months كده بالS كده اوكي انا قصدي كده ده كده انا بتكلم على شهر واحد اوكي 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 تعالوا نتكلم بقى على month of the year month of the year اللي هو ينيير january ممكن اقولها january ده امريكا اوكي february اللي هو february or february او february or february marsh maryce aprop اللي هو ابليل may اللي هو شهر خمسة تمام june 6 july 7 august اللي هو شهر 8 september اللي هو شهر 9 اللي هو september october اللي هو شهر اكتوبر بعده شهر 10 november اوكي and december اللي هو شهر 11 وشهر 12 اوكي اتعالوا نأكد على الpoint d اللي هي january is the first month of the year and sunday is the first day of the week اوكي اوكي and all of the days and all of the months are proper now don't forget when we write them we should write them with a capital letter in the beginning so the first letter should be capital what comes next اوكي the names of the mountains real mountains mountains when seas were rivers and lakes all proper nouns كل اسماء الببال والبحور والانهار والبحيات اوكي هم proper nouns لازم واعرفين الاسماء الحاجات دي كلها بتبقى اسماء الاعلام اللي هي ال proper nouns اللازم تكتب بالاي بالكابيتال اوكي let's see what do we have here اوكي the thames اللي هو نهر times اوكي ده طبعا نهر مشهور جدا وده اسم نهر فلازم ايه يبقى proper nouns اوكي بعد كده ها mount everest everest طبعا يه ثلاثة الجبال everest طبعا دي من اكبر ومن اعظم الجبال على وجه الارض ها mount everest اوكي mount everest niagra falls yes شايلالات niagra اسم البحور والمحيطان والlandmarks المعالم المعروفة ان عايزكوا تستوعبوا الحتة دي كويس ايه طيب يجي بعد كده the river nine the river nine اللي هو نهر نيوم the red sea اللي هو البحر البحر الاحمر كريدة طبعا عندنا في ايجلت اكي the red sea and the last one we have mediterian sea mediterian sea mediterian sea اللي هو البحر الابيض المتوسط اكي وكذا now it's time to know the names of festivals some special events and holidays are proper nouns وفعلا لازم عارفين كويس دا جدا اسماء المهرجانات والاحتفالات والاعياد والأجازات والحاجات دي كلها فعلا من يجي نكتبها لازم نكتبها بالكابتل لتل عشان هما proper nouns وأول حاجة عندنا new year's day new year's day new year's day is a name of festival festival هالوين الهالوين الهالوين دا برضو it's a big festival فأمريكا اوكي valentine's day in valentine's day نهو عيد العرب what else we have father's day father's day وعندنا كمان mother's day mother's day and we have here the labor day labor day it's a public holiday طبعا اللي هو عيد العمال اللي هو بيبقى the first of may واحد خمسة فده طبعا احتفال عالمي وكلنا وكل العالم فيه بيحتفل بعيد العمال وبناخد فيه اجازة اوكي فده proper noun وطبعا زيما انت شايفين capital L and capital D don't forget very good news اوكي so again new year's day halloween halloween valentine's day father's day mother's day and labor labor day labor day ودلوقتي حنتكلم عن النوم as a singular as a singular and plural again what's the meaning what's the meaning of singular singular means one only one حاجة واحدة بس let's start and repeat after me don't forget an air plane an airplane a bicycle a bicycle a boy a bus a come وما بنلهاش come اللي هو ده المشت اوكي المشت اللي احنا نصرح بيش علينا اسمه come without be be here is silent ا girl ا key ا ler or letter ler it's american accent ا map a photograph photograph ا refrigerator 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 okay refrigerator يعني اي refrigerator refrigerator اللي هي التلق okay وفوتوغراف ها ريال فوتو الصورة a slide a swing and a van okay this picture for a woman a woman a woman and this picture for what an owl an owl so together we say an owl an owl a flower a flower a train a train وعيز اقولوكو على حاجة مهمة اي انا ممكن اقولها ا او ممكن اقولها اي so ا ship or اي ship i can say ا or اي 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 بقى ولا اهدي ولا اين اي دول دول الارتقلز دي الادوات دي we use them before singular nouns تعالوا نعرف بقى الفرق بين ال a وال an احنا عرفنا اللي هم اللي اتنين بييجوا before a the singular nouns ال a وال an comes before what the singular nouns okay let's start with an okay and we use an before words beginning with vowels الان بتيكي ابي النoun المفرد اللي اول حرف فيها بيبقى a vowel letter okay okay ويهم الوووز a e i o n u yes a e i o n what the sound of a a what the sound of e e what the sound of i e what the sound of o o and what the sound of u a okay so an plus a vowel learn okay let's read this list together an axe an egg an envelope an ice cream an igloo an orange and an umbrella an uncle an uncle so so dears all of these words start with a vowel letter okay now letter x starts with a and a says a can i say it a x a x an an x an x igloo an umbrella an x an igloo an umbrella and here why because x starts with a vowel letter a a an x an igloo an igloo an igloo igloo an umbrella an umbrella an why an umbrella an umbrella because umbrella starts with u and u here says a and this is a vowel okay but some words don't follow this rule but some words don't but some follow the word and it go before the vowels and it go before the singular noun the vowel for example use a not an before these words that begin with you say word a uniform can I say an uniform or a uniform ha a uniform or a uniform okay لكن مش ha 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 n مش ha 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 uniform up uniform you totally you 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 sound of you you a uniform not an uniform what about university university you uniform it starts with the vowel learn اللي هي اليو بس اليو هنا ما بيلي تقولش a يبقى لما اليو بقولها you مش بقولها a يعني لما اليو sounds you no sounds a I put article a not an a or a we we use a before words beginning with consneller ok hey a بتي ج قبل الاسم المفرد اللي بادئ بحرف a ساكل مش حرف متحرك بقى خلاص for example a basket a bowl a bowl مش با ok or any other wrong pronunciation it's a bowl a car a hill a house a rainbow a monster a pillow a watch a watch not watch مش باولها watch باولها watch ok a watch and a zoo look at the picture it's a zoo it's a zoo look at the picture it's a basket it's a basket here basket starts with b and b is a consonant a house a house h here is consonant or a vowel consonant sure so i say a house i can say an house now dears but some words don't follow this rule which rule a rule for example use an not a before these words that begin with h h h h d lse aylalna lno hoi ya harf second wlaizim yegi abli a not an ok yala nishof l-examples ma bada i say it here an hour an hour hour l-h silent so the first sound that i'm gonna say it when i pronounce that word a hour ok so again asli l-qada a a l-a yibaha aul an hour an hour l-an hour l-mish a hour عشان maynifash a hour l-h here is silent l-h here is silent yibaha here actually l-word mish bad a b-consonant l-a the l-h silent bad b-a ha i the first sound that i say it's a a a a hour ok good idea the other example is owner owner each here is silent tube so i'm gonna say what an owner an owner yalla b-ca n-itkallim عن l-gamma l-gamma m-ini fokkerni eeho plural nouns yes l-plural nouns are the nouns that more than one yes plural means more than one plural means more than one so when you're talking about two or more people animals places things so now we are talking about plural you use plural nouns when you're talking about two or more people animals places or things when you want to talk more than more than people or more than two places or two things يبقى احنا كده هنتكلم عن ايه عن الجامع والبلورال وموس ناونز are made plural by adding s at the end so عشان اجيب البلورال معظم الاسماء بتاعتنا في الانجلش عشان اجيب البلورال بتاعها بحط لها s at the end of the word here in the word file we have the column of singular and the other column for plural okay a bird a bird a broom brooms a camel camels a desk desks a doll dolls an egg eggs a flower flowers a fork forks a game games i say it lamb lamb اللي هو البي بتاع الشيب اللي هو البي بتاع الخروف اللي هو الحمل ما قولهوش lamb قولهو lamb lamb okay a lamp 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 nest a nest nest a pen pens a photo photos a shirt shirts a spoon spoons so dears i get all of these words i get the plural of all of these words by adding s at the end جبت الجمع الكول للليستة دي بتاعت السنجلر بالن انا عملت ايه حطيت اس في اخر الكلمة حطيت اس في اخر الكلمة فبالتالي انا جبت كده ايه الجمع بتاعها look at the picture here i have what i have a store what the plural of a store stores here a cab i have just one cab what the plural of cab ha cabs okay dears so please i want you focus focus please تركزوا معايا كويس لما نجيب الجمع بحط الاس في الاخ okay طيب يلا نشوف البكتور دي a bat just one bat because it's singular singular means one only one okay so it's what a bat when i want to talk about more than one bat i say bats yes plural a mug just one mug i have here two mug i say two mug or two mugs yes i have here two mugs a mug two mugs a mug mugs okay dears so so the plural how can i get the plural i add s to the word or i add s at the end of the word some plural nouns ends in e-s لكن بقى في بعض ال singular nouns اللي ما بحط لهاش الس بس بحط لها e-s بحط لها e-s when the last lures of singular nouns are c h s h s s or x you usually add e-s to form the plural لما اجيب البلورل لأي word اخرها يلا بينا بقى نركز في الايه في الpoint دي كويس قوي طيب the second case that we have it now طيب لو عندي noun اخره c h s h s s s or x what shall i do what shall i do what shall i do the words دي اللي بقى اخرها اللترز دي مش بتحب الاس بتقول لما تجيبوا الجمع مني لو سمحتوا حطولي e-s انا بحب الاس ما بحبش الاس بس اوكي تمام يبقى تاني ال nouns اللي اخرها c h s h s s s x when i want to get the plural or form the plural of these words i never put only s i put e-s at the end of the word okay here is the word five singular and plural again okay ha a beach ha beaches s la e-s y beach ha beach 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 ends with c h so i should add e-s not only s not only s okay branch branch and please when you pronounce c h we say cha cha okay beach beach branch branch okay branch i have a branch so only one branch number and more than one branch i say it like this branches branches okay so branches i can't add only s i should add e-s y because the word ends with c h and c h love s or loves e-s yes c h doesn't love only s only s but loves e-s box boxes bush bushes bush bush is bush iliya el short il short tree it's called bush okay uh bush bushes bush bushes church churches dish dishes which dishes dish dish desse dish dress dresses dress dresses sandwich sandwiches sandwhich sandwich ساندوچه ويش ما موالوهش ويش 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 ويشتر واحد ويشتر 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 no forget why because the word ends with why because the word sends with sh so sh doesn't love only s but loves es bus buses glass glasses again glass ends with double S need another s No, needs ES to get the plural of the word glass Fox, foxes, one fox more than one foxes And now some plural nouns end in IES IES, yes, IES إمت بقى أشوف النوع ده من الجامة لما النون عندي يكون أخر Y Nouns like these are made plural by changing Y to I and adding and adding ES يبقى لما يكون عندي el singular noun ends with Y لما يبقى عندي الاسم المفرد أخر Y يطار هعمل إيه؟ هجيب الجامع بتاعه إزاي I'm gonna form the plural from that singular noun by crossing or changing Y to I هغير ال-Y لل-I على طول وبعد كده هحط ES وبعد كده هديف إيه؟ ES يلا Let's see the word file here Okay Baby will be babies Cherry Cherries Diary Diaries Dictionary Dictionaries Fairy Fairies Family Families Fly Flies Lady Ladies Library Libraries Puppy Puppies Story Stories Strawberry Strabberries اللي عملتوا هنا شلت ال-Y وحطيت بدلها ال-I وبعد كده ضفت ال-E S It's very easy Look at the picture here I have a butterfly One butterfly But here I have what? I have three One, two, three So I'm gonna say ها Three butterflies I have candy A candy But here I have two So I'm gonna say candies Okay Butterfly Butterflies Candy Candies What if Is there a vowel before Y? طيب لو حصل ولا ايت ذاول قبل ال-Y هامل ايت في الحالة دي I'm gonna add S to form the plural في الحالة دي In that case add S to form the plural Okay Dears So again لو لقيت قبل ال-Y حرف من الحروف المتحركة اللي هما الفايف فاول زبتونا ال-A ال-E ال-I ال-O or ال-U what shall I do I'm gonna cross Y or change it to I and put ES to get the plural No never ليه بقى الفاول بتخلي ال-Y strong I can't cross it or change it into I So again you can't cross me and change me into I I have a vowel before me let's see the examples here Chiminy Chimines Cowboy Cowboys Day Days Donkey Donkeys Jersey Jerseys Okay we can't say it Jersey No Jersey Jerseys Kidney Kidneys Monkey Monkeys Toy Toys Trolley Trollies Valley Valley Valleys Okay Trolley Trollies Valley Valleys Okay Deers Okay Look at the picture here We have A key So we have here the plural of A key Keys Perfect Okay The second one Turkey Turkeys I have A Turkey So here we have two turkeys Trey 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 طب دلوقتي بقى If a noun ends in F What shall I do Okay Deers You often change F to V and add ES يبقى Tain لما يبقى عندي noun اخر وف هعمل ايه عشان اجيب منه الجامع هغير الف من V وبعد كده I'm gonna add ES وبعد كده اضيف الES وبكتر هنا حلوة قوي وبتورينا لها We will throw F to the basket اوكي حتحط F في الباسكت خلاص وتحولها للA للV وبعد كده تحط الES وهي مبسوطة قوي كده زي ما تشايفين and then some examples let's see them cough calves وهنا الL is silent اوكي cough calves وكاف اللي هو baby cow اوكي البيبي بتاع البقرة cough calves elf elves half halves وagain هنا ما بقولهاش half no half اوكي half اللي هو النص اوكي half halves leaf leaves loaf loaf shelf shelves thief thieves wolf wolves some nouns and and if just we need to add s في كلمات بقى كده هي exceptions تكسر تكسر الرول لازم تكسر لقاعدة وتبقى كده exceptions لازم نحفظها زي ما هي ما عندهاش مثلا رول معينة بلازم نحفظها اوكي يبقى some nouns some nouns end in f just we need to add s لكن general rule بتاعتنا لما يبقى عندي a singular noun ends with f اللي انا بعمله i'm gonna change f into v and put e s لكن عندنا words وعندي examples دلوقات تعالوا يلا نشوفها دي هنحفظها زي ما هي دي بتكسر الرول بتاعتنا هي اخرها f لكن هنحط لها only s مش هنغير ال f لل v ونحط e s يلا نشوفهم chef chefs what the meaning of this word اللي هو cook اللي هو طبخ الword دي starts with ch which sounds ch i can't say it like this ما بقولهش chef لا اسمها chef chefs chef chefs اوكي فهي كلها على بعضها الword دي كده يعني exception chef chefs chief chiefs clef clefs dears i want you focus more and more in that حبايبي انا عايزيكو تركزوا جدا في الف اللي انا هقوله دلوقتي على فكرة مش هتلاقوا الحاجات دي خالص في اي فيديو على الانترنت انا بحاول في الفيديو ده اجبلكو كل exceptions وكل الـ 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 let's see this some words end in F the plural can be spelled in two different ways اه ايه ده بقى some words بيبقى اخرها F actually احنا ممكن نلاقي two kinds of this plural والاتنين بيبقوا صح ألاقيها مرة بالS ولاقيها مرة I change F into V and then I add ES يبقى الاتنين عندي صح الـ words دي ممكن ألاقيها بالشكلين دول والشكلين دول او two kinds of plural دول اللي بتاعهم صح let's see these examples dwarf dwarf dwarfs or dwarves hoof hoofs or hooves scarf scarves or scarves okay dears again and again we have the three exceptions احنا ممكن نلاقي three words دول بالtwo different ways do اوكي يا بحط S بس يا بحط V ES بعد ما كون غيرت الف للV dwarf الدوارف الدوارف اللي هو القز دوارف 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 or دوارف hoof hooves or hooves scarf some words and in F you change F to V and add S القعدة بتقول ايه لو عندي F او or E F بغشيل F وحط بدلها V وبعدين احط ES دي شبه some words ends in F E you change F to V and add S okay let's see the exact knife knives okay here is silent I can't say it okay ماقولش knife او knife knife knives life lives wife wives احنا تعودنا بقى لكل قعدة قدها لكم يبقى في حاجة بتيجي تكسر القعدة دي actually الانجلش has a lot of exceptions فعلا هو بيبقى ليه rules طبعا هي general rule اللي بنمشى عليها لكن فعلا لكل rule ليها الexception بتاع الexception بتاعنا بقى but you only add S to giraffe to form the plural ماينفعش اقول giraffes V لا giraffe giraffes giraffes لو عندنا النون بتاعنا ends in O what shall I do if a noun ends in O you just add S to form the plural لو عندي النون بتاعي اخر O هعمل ايه I'm gonna add S هضيف بس ال S عشان اجيل الجمع بتاعه الword فايل بتاعي هنا a hippo hippos a video videos a zoo zoos look at the picture we have the picture for a rhino and here we have two rhinos I have here a kangaroo just one kangaroo طب I have here two so we have two kangaroos exceptions 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 but with some noun that end in O you add E S to form the plural عندنا بعض الwords اللي بتنتهي بالO مش بن add only S مش بن ضيف S بس بن ضيف E S to form the plural word file here a tomato tomatoes a potato potatoes a hero heroes look at the picture what the bird this bird's called a flamingo I have here a flamingo the other picture three flamingos not only S but yes هنا بعض عندنا some nouns ممكن نجيب منهم اي البلورل بتاعهم لنا احط S بس or ES with some nouns that end in O you can add either S or ES to form the plural ممكن احط لهم S وتبقى صح ممكن احط برضو ES وتبقى صح يبقى two kinds of spelling here S or ES اللي اثنين correct ا mango mangoes or mangoes mosquito mosquitoes and mosquitoes ES S لتنين correct zero zeros 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 with ES or zeros with just S it's okay a buffalo buffaloes buffaloes the first column we have ES on the other one we have only S واللتنين صح and both of them are correct now it's time for a regular plural a regular plural اللي هم الwords اللي don't follow the S rule they don't end in S or ES or IES or VES ما بتحبش بقى to follow all of these rules or all of these endings فبدل كل بقى ده بتعمل ايه بتغير شكلها خالص وعايز اقولكو على حاجة دايماً بحاول اللي انا I put my touch في الرول عشان fix it in your mind اصبتلكو في ايه في عقلكو فدايماً كنت بقول على irregular plural اللي هم النوتي plural او النوتي words النوتي words اللي اللي دايماً ما بتعجبهمش اي rule من rules دي ولا بتحب اي ending من endings دي ولا الاس ولا الاس ولا الاس الاس وبدل ما بتfollow الرول دي ولا مش بتحب خالص ان هي تتبع الرول دي وبتحب بتغير شكلها خالص من لما بتبقى plural بيتغير شكلها خالص يبقى دول بقى ده وقت اللي احنا نتكلم على النوتي words or the نوتي plural ايه هم دول بقى word file child children child يعني عندي a child one child لما يبقى عندي more than one لما يبقى عندي more than a child women okay not wo men women women okay look at the picture here i have what yes a mouse when i have more than one i'm gonna say mice mouse mice mouse mice a goose a goose geese one goose many geese the super naughty nouns the super the super naughty nouns the super they don't love to change their shape from singular to plural singular and plural are the same word some plural nouns are the same as the singular noun the word they don't change their shape from singular to plural a deer a deer هقول deers لأ عندي more one deer هقول deer برضو يبقى a deer deer a sheep sheep a fish fish هنا عندي بقى نوت كده سويره لازم تعرفون you can use fishes as the plural of fish when you are talking about different kinds of fish all the fishes of the pacific ocean يعني ايه انا ممكن الاقي word fishes طب لو لو لقيت word fishes دي يا طرق هيبقى معناها ايه هيبقى معناها انواع السمك مش الليه سمكة سمك لما لما الاقي واستخدم word fishes اللي هي ends with is هنا دي مش البلورل بتاع الفش لا ده هنا لما اجي اتكلم على different kinds يعني انواع كتيرة من الايه من السمك هنا مش هقول بقى fish fish لا هنا لازم اقول fishes فهنا لما في الاكزامبل ده بقول all the fishes of the pacific ocean all the fishes of the pacific ocean هنا قصدي كل انواع السمك اللي بتعيش في الايه في pacific ocean اللي هو المحيط الهادي the pacific ocean اللي هو المحيط الهادي some nouns are always plural الناؤنز بقى دي ملهاش مفرد على طول بتيجي في سيغة الجامة the word file here we have pants pajamas shorts trousers sandals scissors snickers slippers stockings stockings look at the picture here what do we have yes we have binoculars we have binoculars goggles goggles jeans and glasses okay all of these words are plural كل الناؤنز دي هم على طول في سيغة الجامة وكلهم انز واد اس كلهم في سيغة الجامة وكلهم انز واد اس مفيش سيغة الجامة من الورد دي time for practice let's practice together what is the plural of a boy boys excellent okay just s because before y we have a vowel perfect what is the plural of kiss ends with double s what shall i do i'm gonna add another s i'm gonna add another s yes e s so the answer will be kisses perfect kisses what is the plural of baby 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 ends with y what shall i do when i have the word ends with y what shall i do here لما عدي كلمة الخيرة y بقي بالجامعة بتاعه زي I'm gonna drop Y and add I-E-S Perfect Or change Y into I and add E-S Perfect What is the plural of shelf? Hmm The words here ends with what? F الكلمة عندي هنا منتهية بإيه؟ بF حعمل إيه I'm gonna change F to V E-N Add E-S Perfect So the answer will be shoves Perfect Shoves I shoves Many shoves What is the plural of potato? Potato ends with O Hmm What shall I do? What the plural of potato? Do you remember? Hmm Potatoes E-S Potatoes Perfect dears Huh What is the plural of watch? I have a watch Many Or two Watches Okay Watches Okay Hmm Just Just S Or I-E-S Or I-E-S No E-S The words here ends with C-H So C-H-E-S What is the plural of book? A book Many books Perfect It's really It's really easy Huh I'm gonna add just S Like the most nouns Perfect We finished the first video from grammar from scratch If you liked the video Don't forget to like and subscribe See you in the next video I was with you D'AE-Tulba From Free English Club Goodbye Bye